اشتركوا في القناة وقال رضي الله عنه في مكة في السنة 34 قبل الهجرة وكان ممن اسلم مبكرا فهو من السابقين الاولين في الاسلام وقد كان رضي الله عنه اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم شكلا وخلقا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انت يا جعفر فاشبهت خلقي وخلقي فقد كان جعفر رضي الله عنه ممن هاجر الهجرتين الى الحبشة والى المدينة المنورة حيث وصل المدينة في السنة السابعة للهجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حينها قد فتحوا خيبر وقد لقب جعفر بن ابي طالب بذل جناحين وطيار الجنة وعرف بشجاعة في القتال والاقبال في المعارك وقد أبلى بلاء حسنا في غزوة مؤتة فورد في كتب السيرة ان الله عز وجل ابدل جعفر رضي الله عنه بجناحين وطير فيهنا بالجنة وذلك بعد ان قطعت يديه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك لذلك سمي رضي الله عنه بجعفر الطيار وذكر ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن بالجناحين فقد كان رضي الله عنه يحب المساكين ويقف الى جانبهم ويحرص على الجلوس والحديث معهم ويقدم لهم ما عنده من الطعام والشراب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ابا المساكين وقد شهد له ابو هريرة بذلك فقال وكان اخير الناس للمساكين جعفر بن ابي طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى ان كان ليخرج الينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر اتقبله جعفر رضي الله عنه بعد ان وصل للمدينة فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه ثم قال ما ادري انا بقدوم جعفر اسر ان بفتح خيبر وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنة فقال اريت جعفر ابن ابي طالب في الجنة ملكا ذا جناحين يطير فيها حيث يشاء مدرجة قواديمه بالدماء فعندما جاء خبر وفاة صحابة رضوان الله عليه في معركة قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي زيت اللهم اغفر لي زيت ثلاثا اللهم اغفر لي جعفر وعبد الله بي رواحة اللهم اغفر لي زيت اللهم اغفر لي زيت موسيقى 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 ويذكر أنه عندما اشتدت تضييق والعذاب على المسلمين من قريش في مكة المكرمة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالذهاب إلى الحبشة ففيها النجاشين وهو الملك الذي لا يظلم عنده أحد فهاجر بعض الصحابة ومن بينهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وعندما أدركت قريش ذلك طالبة النجاشي بتسليم المسلمين لهم فلم يستجب لهم وعندما رجع المسلمين بذلك رد جعفر عليه وقد كان رضي الله عنه أميرا على المؤمنين وقائدهم وخطيبهم قائلا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأكل فواحش ونقطع الأرحام ونصب الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وسطه وأمانته وعفافه ورفض النجاشي تسليمهم بعد ذلك لقريش ثم أعلن إسلامه بعد أن سمع بعض الآيات من سورة مريم فقد كان رضي الله عنه سببا في إسلام النجاشي حيث تمكن من إقناع النجاشي بدعوة الإسلام وذلك لتمن يزهي رضي الله عنه بفطلته وذكائه ورجاحة عقله في مناقشته ومحاورته مع النجاشي وشجاعته وجرأته في إظهار الحق فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فإذا استشهد يتولى القيادة من بعده جعفر بن أبي قال وإذا استشهد جعفر فعبد الله بن رواحة فانطبق جيش المسلمين لملاقات العدو فقاتل رضي الله عنه في ساحة المعركة بكل شجاعة وبسالة وأدلى فيها بلاء حسنة وبعد استشهاد زيد بن حارثة كان قد استلم الراية وقد حناها بكل ما يملك فأنفك الراية بيده اليمنى حتى أصيبت وقطعت ثم أنفكها بيده اليسرى حتى أصيبت وقطعت إلا أنه لم يدع الراية تسقط أبدا إذ أخذ هادي كلا عضبيه وقاتل حتى سقط شهيدا رضي الله عنه فقد نقل يحيى بن عباد عن أبيه قولا لكأني أنظر إلى جعفر يوم مؤتة حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل حتى قتل فكان أول من عقار في الإسلام وقد وصفه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن استشهاده فقال إنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعادت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره يعني في ظهره وقد كان للصحابي جعفر رحمه الله تعالى المكانة الواضحة في الإسلام عن أسناء رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعى بنية جعفر فرأيته شمهم وذرفت عيناه فقلت يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء قال نعم قتل اليوم فقمنا نبكي ورجع فقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاءت وفاة جعفر عرفنا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الحزن